الخبر اللي بعد كده له ألقى بالخماس الحديث 35 دولة أعلنوا موافقتهم عن مشاركة بكأس العالم الخماس الحديث اللي هتلاعب في ملاعب الجمعة الأمريكية بالقاهرة بالتجمع الخامس تحدي مصر الخماس الحديث برئاسة المهندس شريف العريان أمين عامل لجنة الولمبياء أيضا أعلن مشاركة 35 دولة في بطول الكأس العالم واللي هتلاعب على ملاعب الجمعة الأمريكية بالتجمع الخامس في فترة من 7 و حد 12 مارس اللي احنا فيه البطولة هي شارك فيها 156 لعب ولعبة بواقع 80 لعب و76 لعبة بالإضافة إلى 136 ضيف علشان يبقى العدد النهائي 292 فرد بالتمام والكمال من هم 35 دولة سريعة عن مص طبعا البلد التي تستضيف البطولة الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيك، البرازيل، بلغاريا، بركينا فاسو، كندا، الصين، تشيك، فنلندا، فرنسا، جورجي، ألمانيا، بريطانيا، المجر الهند، أيرلندا إيطاليا، اليابان، كوريا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، بولندا، البرتغال، سربيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تايلند، أغاندا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية من كل القرارات في العالم وعايز أقول، يعني أنا حبيت أقول إيه في الخبر؟ طبعا أنا بشكر فريل الإعداد أنه حاطت الدول ليه الهدف من أنه نحطين الدول؟ مش بس بنقول كلام أو بنحط كلام جنب بعضه عشان تبقى عارف كمشاهد أن من كل أنحاء العالم في كل دول العالم في لعبة مهمة زي الخماس ويمكن هي من أقدم الألعاب الأولمبية عجائلة 35 دولة بيشاركوا في كأس العالم في مصر يعني فيه ثقة كبيرة جدا 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 في التنظيم كأس العالم ما يبقاش بطولة واحدة، بيبقى كذا بطولة بتتعامل على مدار الموسم فلما مصر النهاردة تنظم بطولة ويجيها 35 دولة دولة، هتقول لي طب يا كابتن هما 35 دولة دولة لما تعمل البطولة في فرنسا هتلاقيهم هما ما فيش أكثر ولا أقل قد يكون بلاس أو ماينس دولة أو اتنين بس إنما بتلاقيهم اللي بيشاركوا في فرنسا بيشاركوا في كندا مثلا بيشاركوا في أولاد المتحدة بيشاركوا في مصر ده دليل أن مصر بقى عندها قدرة تنظيمية على المحافل الكبيرة كبيرة طيب القدرة دي جات منين؟ جات من كذا حاجة أول حاجة عندك كوادر تقدر بشرية لأن البشر هو الأساس جات كوادر بشرية تقدر تنظم هذي الأحداث الكوادر البشرية دي مش تخص الاتحاد بس تخص الوزارة تخص الاتحاد تخص الميديا والإعلام آه يعني أنت بتنقل الحاجات دي بكاميراتك حتى لو مش بكاميراتك وفي قطم جاية بتوفر لها المناخ اللي تقدر منه تبث هذي الأحداث الحاجة التانية عندك بنية تحتها جيدة من الملاعب ما الجامعة الأمريكية دي جامعة على أراضي مصرية وفيه غير بتعاملت في الأكتبال البحرية قبل كده طيب عندك بعد كده من المركز أو هاب طيران أن كل الدول دي تقدر تجيلك في مطارك عندك كونيكشنز كتيرة جدا منها تقدر توصل لمطار القاهرة حاجة تانية عندك بنية تحت يامل ويتلات كل ده هو ده التنظيم وهيشارك في البطولة طبعا منتخبنا الوطني 24 لعب ولعبها بواقع 12 لعب وزي يوم لعبات يعني المنتخب هيستفاد فنيا طب ليه؟ النهاردة الخماسي هو اللي جاب مديليا فضية الجندي جابهننا السنة اللي فاتت أو دورة أولومبيا التوكيو حطتنا في الجدول في حتة قدام قوي فإذا الخماسي من الألعاب دولتي اللي بتجيب لك على الأقل مديليا أولومبيا ده طبعا الجندي لعبنا الكبير واللعب أولومبيا فإذا أنت هنا بتتكلم عن يعني تنظيمات كبيرة جدا لكقوس عالم ويكاد يكون الوضع أن أنت كل أسبوع كل أسبوعين عندك كاس عالم عندك بطولة دولية طب الهدف من الكلام دي أنا بوجهة نظري أن أنت ممكن تصطديف أحداث أكبر يعني إحنا ممكن نروح على مثلا أولومبيا أفريقيا أو الأعاب الأفريقية نروح على ألعاب أولومبيا شباب نقدر نروح على أحداث أكبر ليه لأ ما نحلمش ندمهد الأولومبياة مثلا ليه لأ ما نحلمش يعني ما أنت حققت تحلم وحققت تشتغل على كده ولا أنا غلطان لأنه أنت يعني في الأول والآخر أنت عندك الإمكانيات ولكن أنت محتاج الطموح والطموح موجود فنتمنى طبعا كل التوفيق أن البطولة تنجح فنيا وتنجح تنظيميا وإن شاء الله منتخب مصر يستعد بشكل جيد خاصة أن الخماسي طبعا عبارة عن خمس ألعاب سمع حضراتكم عالفين شايفين في الصورة هو السباحة والفروسية والسلاح والرماية مجاري واحتمال كبير أو الفروسية تتغير فروسية تتغير وتبقى عربيات أو متسكيلات حاجة زي كده لأنه هما فيه اطرات شوية في جماعيات الرفق بالحيوان وحاجات زي كده فهما مش عايزين يبقى فيه يعني سبع حصنة وده حاجة يقرر جميع عمومية بقى في تحاد الدولي وكده اشتركوا في القناة